عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لاستعراض مقترح لأخذ التحالفات العالمية لإدارة مركز القاهرة الدولي المالي ضمن جهود الحكومة لتطوير وإدارة منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الشركات العالمية وعدد من المسؤولين المعنيين وخلال الاجتماع أشار مدبولي إلى أن مصر تتطلع إلى تطوير منطقة المال والأعمال التي تم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة بهدف تطوير المنطقة على غرار مناطق المال والأعمال البرزة سواء على مستوى المنطقة أو العالم كما أوضح مدبولي أنه جاري العمل على إصدار القانون الخاص بمنطقة المال والأعمال من أجل دعم تشغيل المنطقة خلال الفترة المقبلة منوها إلى أنه يتطلع إلى الاستماع لمقترحات الشركة في هذا الصدد